أعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبوله استقالة نيكي هيلي من دوبة واشنطن في الأوم المتحدة وتأكيده أنها ستغادر منصبها بنهاية العام الحالي كشف ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض عن أنه يدرس مسألة ترشيح المستشارة السابقة في البيت الأبيض ذات الأصول المصرية دينا باول خلفا لهيلي فمن هي دينا باول؟ ولدت دينا حبيب في العاصمة المصرية القاهرة عام 1973 1973 من أب كان يعمل ضابطا في الجيش المصري وأم حاصلة على شهادة الجامعة الأمريكية في القاهرة في عام 1977 قررت أسرتها القبطية البسيطة الهجرة إلى ولاية تكساس الأمريكية وهناك حيث نشأت ودرست في مجال الأداب الليبرالية والعلوم الإنسانية في جامعة تكساس بولاية أوستن وكانت من المتفوقين في دراستها الأمر الذي فتح المجال أمامها واسعا للإنخراط في دورة تدريبية بمكتب عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية كاي بيلي هيتشيسون التي تشغل حاليا منصب مندوبة واشنطن في حلف شمال الأطلس النيتو وتقيم دينا حبيب حاليا في ولاية نيويورك مع زوجها رجل العلاقات العامة ريتشارد باول وابنتها أما أهم المناصب التي شغلتها ففي عام 2003 انضمت دينا باول إلى إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن لتصبح أصغر مساعدين رئيس وكانت تبلغ من العمر حينها 30 عاما فقط في عام 2005 تقلدت في وزارة الخارجية منصبي مساعدة وزيرة الخارجية كوندليزا رايس للشؤون التعليمية والثقافية ومنصب نائب وكيل وزارة الشؤون العامة والدبلوماسية العامة ووصفتها رايس بأنها واحدة من أكفأ الشخصيات التي تعاملت معها وفي عام 2007 انضمت إلى بنك جولدمن ساكس حيث تدرجت في الوظائف لتشرف على برنامج البنك للاستثمار والخدمات الخيرية وبرنامج للإسكان وتنمية المجتمعات العمرانية كما أشرفت على شركة اختص بمبادرات تمكين عشرة آلاف امرأة من خلال المشروعات الصغيرة في الدول النامية في عام 2017 عادت إلى البيت الأبيض في فترة حكم الرئيس زونالد ترامب الذي أعلن في العام نفسه اختيارها ضمن فريقه لتكون مستشارة للمبادرات والنمو الاقتصادي وقال عنها ترامب إنها معروفة بامتلاكها رؤية استراتيجية في برامج المبادرات والنمو الاقتصادي وهي امرأة حاسمة في العديد من الأعمال الاستثمارية وريادة الأعمال وهي كذلك من أقرب مستشاري ومساعدي إيفانكا ترامب في مجال توعية المرأة والسعي للحصول على حقوقها التي تتمحور حول المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة وفي أذار عام 2017 وبعد اختيارها في فريق الأمن القومي الأمريكي كانت باول المرأة الوحيدة في قاعة الاجتماعات حين تم اتخاذ قرار قصف قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا في نيسان من العام نفسه ويرى مراقبون أن دين باول هي المرشحة الأقوى حظا لخلافة هالي كونها مثلة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بشكل إيجابي وربما من بين أهم مميزاتها هو قدرتها على تحدث لغتها العربية الأم بطلاقة وهي اللغة التي تعد اليوم أحد أهم جسور التواصل بين مختلف الثقافات الإنسانية في عالمنا هذا اشتركوا في القناة